لرسم هيكل تنظيمي بهذا الشكل بحيث تقوم برسمه بطريقة تلقائية وتقوم بالتعديل عليه بطريقة سهلة تابع معي الخطوات الآتية أول شيء تقوم به وهو كتابة أعضاء الهيكل التنظيمي على سبيل المثال المدير العام ثم المداراة ورؤساء الأقسام ورؤساء المصالح كما يمكن إضافة المهندسين والتقنيين بعد ذلك ضع المؤشر في أسفل الصفحة ثم يضغط على أنسر ثم يضغط على سمارت آرت ثم يضغط على هذا الاختيار ستجد مجموعة من أشكال الهيكل التنظيمي سأختار هذا الشكل ثم يضغط على أوكي بعد ذلك نقوم بتضليل جميع أهضاء الهيكل التنظيمي بهذا الشكل ثم نضغط على كابي ثم ننزل إلى الأسفل ونقوم بتضليل هذا الهيكل فتخرج لنا هذه النافذة إذا لم تخرج ستجد سهم في هذا المكان اضغط عليه وتخرج لك هذه النافذة ضع المؤشر في هذا المكان ثم اضغط بيم الفأرة ثم اضغط على لسق بعد ذلك انزل إلى أسفل وقم بحذف جميع النقاط الزائدة بهذا الشكل ثم قم بتضليل الهيكل التنظيمي ثم يضغط على سمارت ديزاين من هذا المكان تستطيع تغيير الأشكال بهذا الشكل فتصبح ثلاثية الأبعاد ثم يضغط هنا لتغيير الألوان كما أنك تستطيع تغييرهم من شكل عمودي إلى شكل أفقي اضغط في هذا السهم من هنا ثم اضغط على هذا الاختيار وهذا الاختيار فيتغير شكل التنظيمي بطريقة سهلة ترجمة نانسي قنقر